بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفطار كده طلعت أخبار عن النيابة أفراجت عن معصوم مرزوق ويحي أزاز ورأت صلاح ومش عارف مين كمان ثم أخبار تانية بتقول الأضياء حفظت وأخبار تالتة بتقول إيه الحقيقة إيه الحكاية نعم هناك قرار من النائب العام المصشار نبيل أحمد صادق بالإفراج عن المتهمين هم متهمين؟ آه متهمين في قضية يعني أيوة القضية مستمرة اتحفظت؟ لا لم تحفظ واللي كتب القضية حفظت لم يتم حفظ القضية حفظ القضية حتى الآن السؤال المنطقي هل ده طبيعي النيابة العامة بتفرج عن ناس محبوسين؟ آه كتير جدا وهناك نوعين من الإفراجات عفو رئاسي زي ما السيد الرئيس أصدر قبل عدة أيام الإفراج يعني حولي 601 عفو رئاسي العفو يكون حكم قضائي المتهم أضى أو المحكوم عليه أضى نص العقوبة تبتر بالعقوبة حسب الإجراءات القانونية أو التفاصيل الخاصة بالسجون ويتم العفو من خلال الرئيس وده طبقا للدستور والصلاحيات خاصة بالسيد الرئيس الجمهورية طيب النائب العام امتى يتدخل؟ النائب العام يتدخل لما قضية زي القضية اللي فيها معصوم مرزوق ويحيى أزاز وبقول قضية لأنها قضية ما زالت قضية لم يتم حفظ هذه القضية هذه القضية نائب المحام العام الأول نيابة أمن الدولة العليا متشار خال الضياء بيعرض على النائب العام كل فوق على فكرة كل يوم فيه كل يوم كل يوم أنا بقول لكم بالكلمة بالفهم المليان على الهوى يوميا فيه إفراجات وإخلاء سبيل ناس بس طبعا لأنه مش معروفين فمحدش بيتكلم عليهم كتير يعني أعداد كتيرة وبكرة هتلاقوا ناس أفرج عنها وبعد بكرة وقبل العيد وبعد العيد كل يوم فيه ناس بيتم إخلاء سبيلها وناس بيتم الإفراج عنها فبيتم العرض على النائب العام ظروف ناس متهمين في قضية كذا وضعهم ايه والمحام العام بيعرض النائب العام والنائب العام هو صاحب القرار مين تاني النائب العام صاحب القرار يعني النائب العام فيه حد بيضغط عليه منظمات حقوقية ولا نشطاء ولا حد النائب العام اللي يقرب له مين يضغط على النائب العام ويقول لي في رجلة عنده أو طلع ده أو خلي ده أو ماشي ده والنائب العام جهة مستقلة محدش بتدخل في قراراته لا افرج ولا احبس أصلا عمان الحكاية كده يبقى ما عندكش قضاءه ما عندكش حاجة يبقى الكلام ده حتى عيب الناس تقوله عيب انه يتقال انه ده كمان بيعمل عملية تشوية وعدم مصداقية